في مصر كل تفاصيل شهر رمضان بتعطينا روحانيات مختلفة تماما زي ما شاهدنا التقرير رمضان كريم في شعب وشهر كريم أيضا يعني التفاصيل الموجودة فيها من المسحرات من المدفع من فوانيس رمضان من الابتهالات الرمضانية المصرية الحلوة في تفاصيل أكيد شاهدك أكتر منها لأنها هي تفاصيل اجتماعية يعني تفاصيل اتربنا عليها جيل بعد جيل بعد جيل وحتى الأطفال عندهم تفاصيل وزي ما احنا كده عندنا النهاردة البهجة اللي موجودة في الستوديو من أساسيات رمضان بوجي وطمطم فخلوني كده أرحب بالأستاذة فوقية خفاجي طبعا يعني أنت من رحة الحبايب كمان يعني الفنان رحمي المؤلف والمخرج والمصمم العرائس والمبدع اللي كان بيبدع في رمضان الحقيقة فيعني ودي حالة الإبداع اللي حوالينا يعني أنا سعيدة قوي وهم حوالي بجد مبسوطة بيهم جدا يعني من ورانا أهلا بيك وكل سلام الطيبين وكل أطفال العرب خير الله يخبرك أستاذ فوقية خفاجي أهلا بيك أليلة ونروح لتقرير مع السادة المشاهدين ونتابع عن إرث وتاريخ ترك لنا الفنان الراحل محمود رحمي ابقوا معنا مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير وإياكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بيك يعني إحنا شايفين هاي العرايس وبوقي وطمطم يمكن هم مش بس عرايس ودمة زي ما بعض ناس يمكن ما بيعرفوا عنها أشياء كتير هي حالة علمت أجيال كتير من التعاليم اللي ممكن أنه يتلقوها على أيدي مدرسين وفي المدارس وعلى مقاعد الدراسة وإحنا بدنا نشكرك لأنه بعد مرور هالسنوات الطويلة هاي لكن أنت ضليتي محافظة على هاي العرايس ويعني بتحاولي أنه تخليها في حالتها الأنيقة الجميلة اللي عم نتفرج على تفاصيلها داخل الاستيديو خلينا نحكي شوية عن هذا الموضوع العرايس هي إنتاج فنان مصري مبدع جميل حاب بلده وعملها الشخصية المصرية الخاصة بيها التفل المصري ما كانش عنده شخصية بتاعته ما كانش فيه لقراجوز لكن هو كان فنان تشكيلي عايز يعمل الشخصية المصرية عامل الشعر في تلفزيون نصد 61 ما هو كان يطالب فنان جميلة فهو يعني كان بروح السينما كان بروح السينما كان بروح السينما كان بيجيبه حاجة كده كرتون قبل الفيلم الحاجات دي بشخصيات غربية بتقليد غربية مش لموضوعنا ولا تقاليدنا العربية ولا أصولنا ولا عادتنا ولا تقاليدنا فكان همه الوحيد في حياته كفنان مصري يعمل الشخصية المصرية للطفل المصري هو فنان تشكيلي قسم نحت ساب النحت وساب التمثيل وكان حتى أستاذه كان جمال السجيني كان بيقول عنه أنه حمل انقلاب في عالم النحت فهو ساب كل ده واشتغل في التلفزيون ساعة واحد وستين وعمل هذا القسم قسم العرائز إنه هو من خلال الشاشة حيطلع رسالته للإنسان المصري البسيط حسب إن هي الشاشة حيشوفها الملايين غير إن هي مثلا قاعة العروض الأعمال الفن نحت والتصوير ما بيروحاش للناس المسؤولة بس أو المهتمة بالفن التشكيلي لكن هو إشار في التلفزيون حسب يوصل رسالته يوصل للشعب والإنسان المصري البسيط من خلال شخصيات عملها بطريقة لذيذة ومحببة وجميلة في الشاشة بهجة وحركة حلوة وكلام حلو وغنوة حلوة ولحنا حلوة كل مصري وصل لكل قلوب المصريين فما وصل بعمل ألاف العرائز لما وصل لبجوة طمطم سنة أول إذاعة 84 فقد إيه كان سعينجي إنه هو وصل لحلمه إنه يعمل الشخصية القومية للطفل المصري طيب أنا دلوقتي طبعا وجود طمطم جنبك وتمطم كان بتعمل الصوت الفنان هلافاخر وبوغي كان بيعمل الصوت الفنان يونس شالبي بوغي وطمطم كانوا عايشين إزاي مع رحمي في البيت هي بوغي وطمطم اتعملوا عنده في أكلية بتاعهم بقى أملكية شخصية طبعا فيروحوا يستورد في التلفزيون ويرجعوا تاني بيتهم ويرجعوا تاني فبوغي وطمطم هو عمل متكامل من لين بتاع رحمي تشكيل ليه الشخصية لونها اختيار اسمها اختيار الفنان اللي حيعمل صوتها كتابة ليها دورها الدرامي اللي حتقوله حتقول إيه رسالتها إيه الإخراج فكلها كان رحمي دول في بيته أكنهم أغلى من ولاده أيوه بيربط الطفل بكل مصريته وبهويته العربية وكمان هو كمان مش مصري كمان كان بلده العربية كان بيشوف شغله وكان بيسافر العراق ويسافر الفلسطين عشان هو كان مهموم بفلقادة العربية كان يبقى عيسى عيد قوي قوي أن الطفل العربي كمان بيشوف بيتابع شغله وبيحب شغله طيب أستاذة فوقية نحن نحكي على عرايس هو ما كانش مجرد عمل فني يعني حوار وشخصيات عم تحكي مع بعض هو كان عمل استعراضي بشكل عام هذا بتطلب أكيد أنه عناية خاصة بهاي الدمع والتطوير وترميم لإلها بنشوف اللبس والشعر والشكل عملية الترميم لهاي الدمع قديش كانت مهمة صعبة هيا مش الترميم اللي صعب هو الأول الفناني الرحمي أنه شخصية في دماغه يرسمها إحنا أنا تحت رأسه في كليفزيون كانت مساومة عرايس بس أنا لما اتجوزنا بقيت أنا بعمله شغل وبنفزه معايا ناس كويسة أو في التنفيذ هو أستاذهم برضو فكنا بننفذ العروسة العروسة بتاعته زي ما هي مرسومة على اللاين تطلع التشكيل ده العروسة نفسها ليها بقى دور درامي هو بيكتبه ليها مساومة أزياء بيعمل لها أزياءها لها مساومة من دكور في الستوديو بيعمل لها الدكور الصوت ما كانش أي حد هو يختار الفنان اللي هيعمل الشخصية يعني ما يعمل بوجي اختار الأستاذ الجميل يوني الشربي اللي كان شخصيته رجبة على بوجي قوي كان بيقول أنا ما أعود على القهوة أكيد ما عملش في حياتي إلا بوجي عملت مسرحيات وعملت مسلسلات هو أنا بوجي فهو عمله حلوة قوي كلهم الحقيقة الفنانة الجميلة هلا فاخر شقاوة طمطم بثقافتها بجمالها طمطم عمل شكشك لو صرفت فهيم مرمر وتمت شفيقة الفنانة إنعام سلوسة الفنان بياخد الشخصية بيشوفها بيديها الكاراكتر بتاعها فكل الشخصيات فعلا الفنانين كلهم قدوا الشخصية كاراكتر بتاعها جميل قوي وعيشها وتبقى ثابتة بالصوت عشان ما تتغيش الأستاذ سيد عزمي زيكو الأستاذ مهر سليم زيكا كل شخصيات نجوم وهي كان هو بيقول نجمة يعني بوجو طمطم عندي رحم نجوم نجوم في عالم الطفل يعني ما يقلش عن أي نجم كبير بالعكس الشغل للأطفال اختار رحمي الشغل صعب احتيار فن الطفل أنا بحب بلد بطريقتي اختارت فن الطفل اللي هو بينمي الطفل بيبقى المستقبل فهو الشغل للأطفال أصعبك بكثير أول الأطفال شوفي سيد فوقية يمكن أنا بدي أوافقك في هذا الموضوع فن الطفل فن مش سهل أبدا لأنه أنت بتخاط بفئة بتاخد منك وبتخزن وبتكون شخصيتها لأنه هي مؤثرة ويمكن أنا بدي أستذكر لأنه أنا أول ما بلشت بلشت في برامج الأطفال على فكرة لحد الآن من أصحب البرامج اللي تم عملها هي برامج الأطفال بس السر بأنه كيف استمر هذا العمل يعني أي فن أو أي عمل ممكن أنه يمشي سنوات بسيطة خمس ست سبع ثمان سنوات وبعد هيك يبدو أنه بيبلش أنه يخبو لأنه بتطلع عندنا أشياء جديدة وبتطور الدنيا والسنوات لكن هذا العمل استمر لسنوات طويلة شو سبب استمراره المصرية الشديدة مصرية البيئة اللي حواليه دي بيأخذ منين فأخد من مصرية الحارة المصرية اللي عملها في الدكور وخلت الشخصيات دي تتعامل وتتصور مع المصر البشري عمل حالة من الطبيعية العروسة مع البشري المصرية الشديدة اللي خلت المصريين يحبوا الشخصيات دي وتبقى تخش قلوبهم ووجدانهم عشان شكلهم يعني مفيش بيت مفيهوش تنت شفيقة ست المتسلطة الهانم مفيش حارة مصرية مفيهاش عام شاك شاك اللي هو الرجل اللي هو قاعد بس عام العاش ماسك اللي من الجرنال وقف الشباك بيمكن الحارة كل حاجة مش عاجبات بيشاكس 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 سوى كل السلبيات هو رجل إيجابي جدا ورجل مؤدب قوي بعمل باباك عن فكرة عمل شاك شاك بابا وهذا الرجل الكبير ده كان قاديه محترم مع بابا ويحتوم بابا وحضر يا بابا ويعني هو مؤدب قوي وإيجابي قوي وكل همه يصلح الغلطات ففيش برضو بيت مفيهوش البنت والولد بوجي وتمتم وبعدين هو كفنان متميز في هذا الفن كان رحمي رحمي ده في مصر مركة عروس رحمي هي تخش الوجدان وهي اللي بقية وهي اللي عايشة طبع فبقوا طمطم البنت والولد عملها قرنبا وعملها قرد بس ما حدش ملاحظ ان هي قرنبا قرد وفي الاخير انهم اخوات هم اخوات بس يعني بجد الاجواء خلتونا نحس فعلا وكأن رمضان خلاص على الابواب انا استأذنك واستأذنكو هنروح لفصل ونرجع يعني نشوف حركة طمطم كتعاملة ازاي وحركة بوجي كتعاملة ازاي وازاي بيتم تحركهم برضو لانه حضرتك مصممة ايضا للعرائس وانه هو مصمم بس كنت بتستعمل حركة لا 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 انا بنافذ شغله انا بنافذ انا بنافذ انا مصممة عندي ايوه اه لا هو مصمم قصدي انت كنت بتعرفي تحركيها انا مصممة لازم اعرف وانا بصم شخصية لازم اعرف احرك اكيد فانا طمطم دي انا منافذة هو المصمم بس رحم المصمم ا ستى من نت путiec